وفيما أشرف قائد شرطة صلاح الدين اللواء قنديل خليل الجبوري على انسيابية التصويت في مختلف مراكز الاقتراع في المحافظة فقد شهد يوم الاقتراع الخاص انسيابية تامة بعيدا عن تهم التزوير وتعطر الأجهزة قال رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد محمد خلال كلمته الخاصة بالانتخابات المحلية إن المفوضية متأكدة من سلامة الأجهزة وكل ما يتعلق بالتصويت من خلال المحاكات التي أجريت لأربع مرات بعموم المحافظات مطمئنا بحريات التصويت وخلوه من التزوير استفادت المفوضية في جميع مراحل عملها من المشورة الفنية المقدمة من خبراء مكتب المساعدة الانتخابية لبعثة الأمم المتحدة في العراق اليونامي وفي الجانب الأمني تم تشكيل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات بأمر ديواني من مختلف الأجهزة الأمنية في البلد إضافة إلى ممثلين عن المفوضية وتم إعداد خطة أمنية متكاملة لحماية مراكس ومحطات الاقتراع والمخازن كما أولت المفوضية اهتماما خاصا بالأمن السبراني للمرشحين والمرشحات ونظمت العديد من الورشة الخاصة بالجانب الأمني بالتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة ورافقت جميع هذه المراحل حملات إعلامية لتثقيف الناخبين والمهتمين بالشأن الانتخابي من خلال برامجها التثقيفية واستخدام وسائل التواصل المختلفة من أجل زيادة الوعي الانتخابي والتحرير بمراحل وإجراءات المفوضية فيما يخص الحملية الانتخابية أخيرا نتقدم بالشكر والامتنان للدعم اللامحدود المقدم من مجلس وزراء العراقي والسيد رئيس مجلس الوزراء المحترم وجميع المؤسسات الرسمية ونؤكد أن المفوضية متمثلة بمجلس المفوضين والإدارة الانتخابية قد اتخذت الإجراءات الكافية لتنظيم وإدارة انتخابات حرة ونزيهة وفق المعايير الدولية تضمن إدلاء الناخبين بأصواتهم بحرية تامة